فيتامين يشفي الأعصاب ويحميها ونقصانه قد يؤدي بك إلى الجنون معقولة دكتور معقولة ونص وتابع الفيديو مرحبا تابعيني أعزائي ومشاهدين الجدد محكم دكتور فراس العلي أحييكم أينما كنتم على قناتكم الطبية وفي حلقة اليوم نتحدث عن فيتامين مهم جدا ونقصه قد يؤدي إلى مشاكل صحية ومضاعفات كثيرة يعاني منها الكثير من الناس في الحلقة السابقة تكلمت عن موضوع مهم جدا وهو كيفية شرب المياه الدافئة وما هي الفوائد التي تعود علينا من شرب المياه الدافئة يمكنك مشاهدتها على الرابط هنا أو في آخر الفيديو طبعا هذا الفيتامين اللي رح نتحدث عني اليوم له علاقة ويلعب دور أساسي في الحفاظ على عمل الجهاز العصبي بطريقة صحيحة وعلى صحة الأعصاب لا تتعبنا دكتور ما اسم هذا الفيتامين؟ هذا الفيتامين إخواني العزائي اسمه فيتامين بي واحد وما هي الفوائد؟ دعنا نتعرف عليها الفائدة الأولى هو إنتاج الطاقة في الخلية العصبية هذا الفيتامين ضروري لتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة والتي يحتاجها أو تحتاجها الخلايا العصبية بكميات كافية ولازمة لكي تقوم بعملها على الوجه الصحيح هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية يساهم بقيام الأعصاب بعملها بطريقة وبشكل صحيح عبر إرسال الإشارات العصبية يعني الأعصاب أيضا تحتاج إلى طاقة تحتاج إلى عمل منظم من استقبال وإرسال هذه الأوامر فعندما يتم نقص في هذا الفيتامين فسوف تتأثر الأعصاب وتتأثر وظائفها وهذا يؤدينا مضاعفات كثيرة نشاهدها في حياتنا اليومية طيب خلنا نتكمل على الفائدة الثالثة وقبل ما نبدأ بالفائدة الثالثة أرجم لك الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ووضع اللايك الجميل لتصلك جميع هذه المعلومات المفيدة الطبية الصحيحة ولعل بعض الناس الذين يعانون من المشاكل الصحية يستفادوا من هذه المعلومات بإذن الله النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة الحماية من الاعتلال العصبي يعني تحمي العصاب من الاعتلال العصبي وخاصة عند الناس أو الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو من سوء التغذية كلنا نعرف أن الناس اللي مصابون بمرض السكري يعني يكون عندهم الوضع مختلف بالنسبة للأوعية الدموية للأعصاب للإحساس هذه الأمور كلها فهذا فيتامين مهم جدا جدا وأتمنى لجميع الشفاء بإذن الله النقطة الرابعة تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية الكثير يعاني يقول لك دكتور أنا ذاكرتي تعبانة عندي مشاكل بالقدراتي التعليمية أسوي شيء وأنسى شيء وخاصة بعد ما تعرضنا للمشاكل الصحية في آخر سنتين فهذا الشيء أيضا يمكنك التركيز عليه ممكن نقص فيتامين بواحد يؤدي إلى هذه المشاكل طب خلنا نتكلم عن المضاعفات التي يؤدي بها نقص هذا الفيتامين إخواني الكرام جسم الإنسان وصحة الإنسان والوظائف التي يقوم بها الجسم هي كلها متشابكة مع بعضها يعني حتى الحلقة السابقة تكلمت عنه أن الماء الدافئة تساعد بتنظيم الأمور والتنظيف هذه الأمور كلها فإذا أنت جسمك يكون معبأ بالسموم فعملية امتصاص الفيتامينات وجميع المواد المفيدة للجسم سوف تكون بنسبة أقل وسوف يحصل النقص فيجب أن نعالج هذه الأمور بطريقة صحيحة يعني إذا جسمك متسخ والفلتر عندك كله مزدود خلي نشبه أنه عندك فلتر فما رح تقدر جسمك يمتص هذه الفيتامينات المفيدة وخاصة نتكلم عن الجهاز الهضمي ما هي الأعراض؟ خلينا أذكر هذه الأعراض بطريقة سريعة إذا عندك أحد هذه الأعراض عزيزي المشاهد اكتب لي تعليق لكي نسوي إحصائية هل هذا الشي يعني يعاني كثير من الناس منه؟ أم لا النقطة الأولى أو المشكلة الأولى هي ضعف العضلات أوكي يا ضعف العضلات لأن العصاب لا تنطي الأوامر الكاملة للعضلات بأنها تقوم بوظيفة بطريقة صحيحة هذا يؤدي إلى ضعف العضلات وعدم استجابة العضلات بطريقة سريعة للأوامر التي تصدرها للعضلات وتقول لك كأنه إيدي أو إجري ما تسمعني هذا سبب من الأسباب النقطة الثانية فقدان الإحساس تحس إنه الإحساس عندك يعني قليل مو بالشكل المطلوب وخاصة ما تروح عند طبيب العصاب يأخذ الشاكوش أو المطلقة ويصير يطقطق ويشوف ردات الفعل عندك هاي أيضا ويأخذك بالإبرة لكي يشوف إنه هل الإحساس والاستجابة عندك بطريقة سليمة وصحيحة أم لا طبعا إخوان كرام كما ذكرت إنه الجسم كاملا مع بعض هو عبارة عن وحدة واحدة فحتى كما أقول دائما في جميع الفيديوهات إنه الحالة للجهاز العضلي تؤثر على جميع مشاكلنا الصحية يعني إذا العضلات كانت بوضع سيء فهي أيضا سوف تؤثر على الأعصاب وتؤثر على الجهاز العظمي وعلى جميع الأجهزة في الجسم النقطة التالية أو المضاعفة التالية خدر الجين والإجرين الكثير أشياء يقول لك دكتور اجري إيدي تخدر فهذا أيضا من هذه المضاعفات المضاعفة الرابعة قد يؤدي إلى صعوبة بالمشي لأن العصاب يكون العصاب ما تكون تأخذ العوامر بطريقة صحيحة أو تكون مضغوطة بسبب الشد العضلي الكبير أيضا النقطة الخامسة التهاب الأعصاب المحيطة يعني تحس بالوغزة بالحرقان النقطة السادسة التشوش الذهني وصلنا إلى أهم النقاط يعني تحس حالك يقول لك دكتور أنا مش أنا وخاصة بعد المشكلة المرضية والوباء الكبير اللي تعرضنا إليه بسبب يسبب مشاكل أيضا كثيرة ومن ضمنه زيادة لزوجة الدم والأعصاب وهذه الأمور متشابكة فيقول لك دكتور مع احترامي أحس حالي كأني سكران يعني حتى الأجانب المرضى الأجانب يقول لك كأنه أنا شارب هذا التعبير فهذا أيضا يسبب هذه التشوش الذهني ضعف الذاكرة وفي بعض الحالات فقدان الذاكرة كلنا نعاني من ضعف الذاكرة للأسف وهذا شيء واقع يعني ننسى ننسى وبشكل كبير فهذا أيضا ممكن ينطي هذه المؤشرات فقدان التوازن هذه من أحد الأعراف الأعراف التالية مشاكل في حركة العين أيضا تحس أمرار أنه العين تتحرك بطريقة غير صحيحة الرعشة تحس حالك ترعش هي مجموعة فيتامين بي كلها تؤدي لهذه الرعشات الأمور كلها ولكن إخواني الكرام من التجربة ومن الحياة العلمية والعملية اللي أنا واجهتها هذه الفيتامينات حتى مجموعة بي بشكل كامل تؤثر على الحالة النفسية وقد تؤدي إلى الجنون تؤدي إلى التوتر وبعد التوتر تؤدي إلى الاكتئاب في بعض الناس تسمع أصوات وترى أشياء حلوسات هذه الأمور كلها تصنف على أن الإنسان عنده حالات تبدأ الدوامة العلاج وهذه المشاكل كلها ويكون المشكلة هي في فيتامين بي أدين وسوف أشرح لكم في حلقة من الحلقات كيف أنقذت أحد الأشخاص بمعرفة بهذا الفيتامين من مشاكل نفسية كثيرة كانت قد تؤدي به إلى الجنون ونحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة